السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو عاملين ايه ان شاء الله يا رب دايما تبقوا صحة وسعادة وهنا العمر كله طبعا احنا قلنا هنعمل ايه هنعمل قرص بالجبنة وبالعجوة وزاي ما انت عايزة وسادة برضه فاول حاجة بنبدأ بالصالع الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف خلق الله وبسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا عجلنا العجينة وسبناها ايه تفنع بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة هوريك الحاجات اهي اللي احنا جبناها دي جبنة بيضة بسي انا بجيبي صد 8 كيلو جبنة بيضة ما تجيبش اكتر من طم لما بتجيبي اكتر اللي جبنة دي ما بتعودش بتبوز مع الوقت لكن هو حلو او 8 كيلو بتعملي بيه زي ما انت عايزة ماشي بعد قطع طماطم بس الطماطم دي يعني بسي بخليها ازي كده ما بهاش مية ولا البزور بتاعتها بسي اهي كلها كده وعندي ما شاء الله فلفل اخضر بس الفلفل دي انا كنت ايه مفرزانة فاهم اشتريتوش من ده بسي بسم الله الرحمن الرحيم حاجة كده ايه بتبقى دميلة وحاجة انت عاملها في البيض بسي اهو فلفل ده متفرز مفوش مية ولا في اي حاجة زي الفن ماشي نركنه كده على جام ودي طبعا السجاجين والمعالق اللي احنا ايه هنعمل بعد كده بينا نجيب العجينة بتاعتنا بسم الله الرحيم بسي انا مغطيها بمغطيين ادي واحدة وادة تانية الله ما صلى على النبي وخمضة بقت زي الفن انا بعمل ايه بقى بالاماها تاني كده بسي ما بعملش حاجة غير ان انا بالاماها ببعدها تاني واعجينها كده ببعدها زي العسل بعمل ايه بقى باخد حتة حتة كده ما بادينش الصناعة سيبها زي ما هي انا بجي واحدة كبان تاني انت حرة عايزة تكبري براحلك عايزة تصغري ده حاجة ايه ترجع لك المهم بنقطعهم كلهم كور كده ولا بندور ولا حاجة زي ما احنا عملينا كده ودي باخد لها حتة عشان هي صغيرة باخد برضو حتة صغيرة برضو من هنا حيث ان هي ايه خير دي بخلىها اخر حاجة عشان ايه في الاخر بتفضلي ايه بسم الله كده نقور فيه بس ايه بتعمليش حاجة ان انت بس او بتعمليه من منزلك صدقوني انا بعمل والله بسرعة عشان ان لو قطع هتبقى مشكلة وعلى فكرة كمان يعني بجد انا مش حارفة اعمل ايه طب انا هو شوية عجينة يعني حتة عجينة هي ام مالك بقى اللهم صلى على النبي بتاع الفرنة يعمل ايه لما الكهربة تبقى قطعة والله مصلى على النبي العش بتاعه خمر ايا كان بقى فينه عش عادي طب الراجل ده يعمل ايه يعني هتلاقي برضو قلفينه والحاجة بتاحته كلها بوزة يبقى احنا كده عملنا ايه احنا كده مستفدناش احنا كده منخسر بس ايه ما عملناش اي حاجة كل اللي احنا بنعمله بنجيب الراحة كده ونجيب دي كده كمان عايزة بتعملي بالعجوة براحتك عايزة تعملي بالجبنة براحتك كل اللي انا بعمله بس باخد واحدة زي كده اهي مش اي حاجة بس تبضل تفردي فيها كده بس ما ترقق اهاش بس اه بتغضي من جوة لبرة 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 اه بتعمليش اي حاجة بس اه بعد كده بتغضي حتي الجبنة اي مكان بقى اللي انت الجبنة اللي انت عايزة بس اه ونقوم حطنها كده حاجة وناخد فلفلية كده انا مش عارف صراحة الفلفل ده حامل ولا بارد وناخد كمان بسي مش ارايح كده طماطم بسي بتبقى عاملة زي البتزا بسي بتبقى جميلة انا وعندي جبنة منذرلة كنت عملتها قال لانا ما عنديش جبنة منذرلة بسي تجب فيها بس كده على بعضها اهي ممكن تعمليها كمان زي الفين يعني بسي زي ما هي جد بس كل اللي بتعمليه ان انت بتدفلها كويس قوي من ناحية تاني بتعملي اي حاجة بسي بتقوم حطنها هي بتفرض بالصالحة النبي بتبقى جميلة بسي اهي بس اهم حاجة ان انت تفرض العجينة كويس قوي بسي ايه احلى حاجة ان انت عاملة العجينة حية بسي بتعملي ايه حاجة جا ما اتفقنا بسي بتقطعت جدنا كده شرايح بسي كده بتاخد حتة حتة بالمعلقة بسم الله الرحمن الرحيم ما بصي توطر يعني الكهرباء دي مشكلة الواحد لما تقطع يعني هتعملي ايه بقى كل ده بتبقى بسي كل حاجة بتبقى بسي بدي حاجة ودي كمان شوية فلفل ودي كمان طماطم ودي الطماطم بس اللي بقى تلف كده بس اهو بس صالحا لا بتعمليش اي حاجة بتاخد من كل الجوانب اهي انت ما تقفل جنبه خلاص بسي كله بيتقفل على بعض ما شاء الله بس اهي اهم حاجة تقفليها مزبوط بس اهي بس اهي مش لازم تبقى شكل القرصة هي جميلة هاي زي الفل بس اهو طب طبيعي كده اهم حاجة تقفليها صحة بتجي بعد كده ايه تقومي فردات بس مش بتعملي اكتر من كده دي برضو كده كل اللي بتعملي هتحط الجبنة كده وزي كده شراحة قوطة شوية فلفل بس بتعمليش اي حاجة اهم حاجة انت تمسكت ويدك دي بتكون يمسحة لقيد برضو بتعمليهاش كده بالخلاص بس اهي بس اهي الصلعة اهي زي الفل بس اهي بس اهي بس اهي اهي بس 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 يفضلوا بان في الشارع وهي الله يعنها. ببنا نخلي كل واحد يا رب عنده اصفال. ببنا يحميه. بسي. بسي الشكلة. بسي وهي دي كمان الخيار والحاجة بتاعتنا. عايزة تفطي برضو خيار بسي. بس الخيار هيبقى في مية. ما تحطش خيار. الفلفل احسر. بس اه. بتعملاش اي حالة. كل انت بتعملاش مهم الشكل. تعمل ان انت هتطلع لك حاجة حلوة اوه هتعجبك وهتعجب ولادك حاجة جميلة. بس اه. زي العسر. بتيجي برضو كده. اه. بسي. اه. اه. تعملاش اي حالة. بس اه. بتيجي برضو. طيح حلوة زي كده بتجبنا. اه تمام. هدام بتعملي حاجة انت ببيتك اعملي يعني ايه ما تزودي جبن وتزودي الحاجة ما تعملاش هو. بس اه. تعملاش اي حاجة. طبع دي بلاش راح تماكن. زي ما اقترب. انا غير اي حالة. بسي. بسي. بسي اه. بشي نعمل اي حالة. بسي اه. اه. بسي اه. هماجيش اي حالة. كل انت بتعملو اه. نميها بس على بعض. اه. اهم حاجة تقفلها من تحت قويس. عشان ما تجي تتعمل ما تتفتحش منها. بسي اه. اللي بيها كده شوية. بحيس ان هي ايه تفرض معك وتبقى حين. ماشي. كده احنا عملناها. طب احنا بقى عايزين نعمل نجيب اللي بلعبه. بقى معني ايه. هنجيب العجوة برضو. بنعملها بلعبه. ندول كده ايه? خلاص احنا مش محتاجينها لان احنا هنعمل بلعبه. ماشي. نجيب معلقة نظيفة. ماشي. او لو عندت معلقة ايه? في معلقة كمان للعجوة هي جليلة. مش مشكلة حين. بعدين احنا بنعمل لهم ايه? فاصل ما بين كل واحدة. نجيب. نعمل وننقلهم في واحدة كمان كاي. اللي هي ايه? نعملها العب. نجيب الحاجة اللي احنا نوسع. نجيب بقى هنا. نفرد دي كده شوية كده. بصي هم. اما حاجة تفعديها حلوة. بعد كده بتكيب العجوة اللي انت عايز تفطيها ايا كان بقى عايز. شت كتير قليل زي ما انت عايز. هي العيال صويرة بتحب العجوة حلوة اوي. بصي هم. اما حاجة مدام بتقفلها قوي ستقفل وتبقى زي العصر. بصي هم. دي بقى ايه? نعملها وراس بالعجوة. بصي هنعملها ازاي? نسيبها كده. بصي كده. وبعد كده بنفردها. نجي برضو هنا كده. بصي. نجي بحتة العجوة برضو هنا بتلب كده. احل حاجة في العجوة ان هي ايه? طرية جميلة. ونعمة كده حلوة. ما شاء الله. بصي هم. بصي اهم حاجة الافلة اللي تحت دي. دي فليها قويس? اطلع الحاجة زي الفط. بصي. 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 عايز اما يخمروا كمان. بتودهنيهم لبن وتوشيهم سمسم. دي كده اجميلة. اللي عبقه لما بتجي تفتها بتفرد هي بتتم لقيه بروسة. بصي هم. بصي اي يا حاجة. بصي هم. يا ربي عين. زي العزة. اه. بتعمليها كده. بتقوم يحطها. بصي برضو. ما عايز تفرديها السادة هي زي ما هي كده بس. بتقوم يحطها. لو انت مش عايزة عبوة. بس احنا قلنا ايه? في حاجة عبوة نعملهم ايه? بصي. العبوة حلوة برضو. بتجي باور. بصي. 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 زي الفن. عملناها زي المنديل. باش اي حاجة بصي. بنيجي الاول واحدة احنا عملناها بصي. بنقوم ايه في فردنها. شو مهمة كبيرة صغيرة زي ما انت عايزة. اهي. بتبقى حيلة. بصي نحاول ايه? بنبعدهم عن بعض شوية. انا مبادينش الصغ ثمنة. فاخليه على كده. لان هي كده كده فيها ثمنة وزيد فتبقى حيلة. بالشكل ده. نعملش اي حالة. كل اللي احنا بنعمله. بنسيبهم ونغطيهم لما يخمروا. بنحطهم. ودي دي برضو كده. بنسيبهم لحد لما يخمروا. يعني ايه براحتهم. دول بنرشلهم سمسم ودي عايزة ترشلها سمسم براحتك. انا هعملهم. اغطيهم. بسيبهم ايه? يخمروا. لحد ما ايه? نرجع تاني لكم. ايه. ايه. ايه دي الجبنة. ودي بتاعة العجوة. اهو. منتهى اللي. هسيبهم يخمروا براحتهم. بعد كده. هدهنهم انا بالسمن. اه بالله ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. باللبن والسمسم. وهرش عليهم سمسم من فوق. دخلهم من الفرن. واجه ورهم لك بعد دخلهم من الفرن. اقول لك ايه? اعملي كل حاجة ببيتك. هتبقى سهلة وبسيطة. ان شاء الله بازنك يا رب. حياتنا تبقى احلى بازنك. وبرضاك يا رب علينا. واللهم اصلح الحال بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.